السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله وقاتكم عينما كنتم بكل خير شكرا جدا على المرورة الدائمة على القناة والتعليقات الجميلة الرائعة كروعة تواجدكم اليوم إن شاء الله حمل معاكم علاجات شافية بإذن الله تعالى للدمامل على طلب أحد الأخوات وأنا أسفى جدا على التأخير لكن قبل ما نبدأ في الفيديو إذا ما مشاركين في القناة أتمنى الإشراك وتابعي للجرس علشان إصلكم كل ما هو جديد وخلونا نشوف إن شاء الله المكونات أو الأشياء نحتاج لها بإذن الله تعالى لعلاج الدمامل في البداية خلونا أوريكم إنه الدمامل هي طبعا معروفة يعني بإنها هي خراج بيوجد في بعض أجزاء الجسم مثل الإبط والأرداف أو في الرقبة بتكون في شكل نتوآت بيتكون فيها صديد ومرات بتكون فيها إحمرار أو لون بكون زهري خلاص فمرات بعض الأحيان حتى لما نخرج الدمل أو الخراج بيرجع مرة ثانية لكن بإذن الله تعالى مع الوصفات التي حقونا لكم دي سننتهي منه نهائيا وبإذن الله تعالى وخلونا نشوف حنحتاج لشنو في البداية سنحتاج لحلبة طبعا الحلبة معروفة من قديمة زمان في إلاجة لي الخراج والدمامل التي ستستخدمي فيها الحلبة كمطحون الحلبة طبعا معروفة في كل الدول هي دي بتتحنيها في البيت طبعا الضمان أكثر يعني وتضيف إليها قليل من الماء حتى تكون عندك عجينة لكن في البداية لازم يكون غسيل بالماء الدافي لمكان الدمامل والتجفيف وبعد كده تستخدم الحلبة بالليل وتترك حد الصباح تستخدم الحلبة كمطحون أو كعجينة مع قليل من الماء الدافي وتوضع على الدمل من الليل لحد الصباح أي تترك ليلة كاملة خلاص هي الخطوة الأولى طبعا الحلبة يعني بتشد الدمل جدا وبتجمع الصديد فيه وطبعا هو مفترض الصديد لما يتجمع بيفتح يعني هو سبحان الله لأنه هي بالشد جدا فبتلقي الصديد طلع وفي بعض الأحيان ممكن من اليوم الأول وممكن بعد ثلاثة أيام المهمة الخطوة الأولى اللي هي قلنا مطحون الحلبة طيب الخطوة التانية أو العلاجة التانية حيكون شنو اللي هو زيت شجرة الشاي وسبحان الله يعني زيت شجرة الشاي مفت جدا جدا في الحبوب إزالة الحبوب وإزالة الدمامل والخراجات علشان كده يفضل استخدامه كمرطب للمنطقة اللي هو هتضعي زيت شجرة الشاي في قطنة تبلل قطنة وتضعي فيها يعني تبلل لها بيئة زيت وتضعيها على المنطقة الفيها دمامل ويفضل تضعي عليها لصاك أو شريط لاصق يعني لاصق طبي صراحة ونسيتها الاسم يعني ما استحضرته خلاص وفي مرحم تاني اللي هو مرحم طبي رائع رائع جدا جدا للمرحم اللي هو المرحم الأسود أنا حتكلكم إن شاء الله صورة المرحم الأسود تقريبا اسمه إكثامول تقريبا لو ما يعني خانتني الزاكرة اسمه إكثامول لكن هو معروف بالمرحم الأسود حتى ممكن تكتبوا عنه في الجوجل بتلقوا إنه المرحم الأسود من أفضل أفضل الكريمات أو المراهم لعلاج الدمامل المهم فبعد ما عملت العجنة الحلبة سترطب بزيت شجرة الشاي لمدة ثلاثة ساعات وبعد كده تضعي المرحم الأسود المرحم الأسود ضروري جدا برضو كمان تضعي عليه لاصق لأنه لونه أسود هو من الداخل فيوسخ الملابس وكذا فيفضل إنه تضعي عليه كمان لاصق من ضمن الحياة المهمة جدا حتى لو الخراج أو الدمامل اتفتحت لازم تواصل في العلاجات دي على الأقل لمدة عشر أيام حتى إنه ما ترجع مرة تانية وتواصل في طبعا من أهم الأشياء الضرورية غسيل اليدين كويس جدا قبل وبعد نظافة الدمامل حتى إنه ما تلتهي بالمناطق التانية بالخراج أو بالدمل أو حتى لما بعد يفتح كمان برضو لازم تنظف المكان كويس جدا وتضعي زيت شجرة الشاي فقط يعني يمكن الاستغناء بعد ما يفتح الدمل تستغني عن الأشياء التانية تستخدم فقط يا إما زيت شجرة الشاي يا إما المرحمة الأسود واللي ما بتوفر عنده زيت شجرة الشاي ممكن يستخدم المرحمة الأسود براه كافي جدا و ده كان الفيديو لليوم أتمنى بإذن الله تعالى يعني يجيب معكم نتائج مرضية وربنا يرسل فيه بإذن الله تعالى أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة